اشتركوا في القناة والكسر والضمع وكذلك الظاهرة اللغوية السكون انا مش عايز يعني ابدأ النهاردة بسرعة في حرف الباء الا لما اختبركم الاول في حرف الالف هنشوفكم فاكرين ولا مش فاكرين احنا هنزود كراسة اولياء الامور ياريت ياخدوا بالهم احنا قلنا قبل كده في كراسة شكل الحرف ادي شكل الحرف تاني اهو تمام وقلنا ادي شكل الحرف ده منكتب فيها شكل الحرف منفردا وفي اولي الكلمة وفي وسط الكلمة وفي اخر الكلمة وايضا كراسة صوت الحرف تمام ادي كراسة صوت الحرف دي برضو منكتب فيها حركات الحرف فتح الكسر والضمع السكون اه التنوين اه لام القمرية لام الشمسية تمام فيه كراسة جديدة بقى ياريت بقى ولياء الامور ياخدوا بالهم فيه كراسة ثالثة هنسميها الاملاء دي كراسة للاملاء تمام اه علشان كل حاجة ناخدها تاني حصة على طول ناختبر فيها عن طريق الاملاء احنا اخدنا حرف الالف ياريت نشوف الناس فكرة معانا حرف الالف واللأة في اول الكلمة ووسط الكلمة في اخر الكلمة ياريت نكتب الحاجة دي دلوقتي حالا في كراسة الاملاء وبعد كده بقى عاوزين نكتب حركات حرف الالف تمام كده الف همزة فتحة ا كسرة اي ضمة او المدبل الالف اا المدبل اليا اي المدبل الاب او والسكون با تأثى نأحى سا الحاجة دي دي نكتبها في كراسة الاملاء عشان نبدأ على طول النهاردة في حرف البا مشاهدين الكرام عاوزين نتعرف الاول على شكل حرف البا احنا اتفقنا ان كل واحد فينا ليه شكل وليه صوت ليه شكل وليه صوت نشوف بقى نشوف بقى شكل حرف البا الاول كده نسطر طبعا الصبورة علشان حضراتكو تكتبوا كذلك في الكراسة نفس الموضوع كده علشان نمشي على السطر يا جماعة ابناء العزاء نمشي على السطر اللي عندنا ونشوف الحروف اللي بتنزل على السطر احنا اتفقنا ان حرف الالف ما بينزلش بعى السطر لا في اول الكلمة ولا في وسط الكلمة ولا في اخر الكلمة تمام كده وحرف البا كذلك تعالنا نتعرف على شكل حرف البا كده نكتب في كراسة نطلع كراسة الشكل معنا يلا حبايبا حلوين نطلع كراسة الشكل وفي اول صفحة على يمين نكتب حرف البا منفردا اهو حرف البا اهو حرف البا يا جماعة اهو ما بينزلش من على السطر تمام اهو حرف البا اهو حرف البا كده نكتب كده ده في اول ايه في اول صفحة تمام كده اهو دي اول صفحة على يمين وننزل بيها يا حضرات حرف البا منفردا كده وننزل بيها طيب الصفحة التانية على الشمال في كراسة شكل الحرف حرف البا في اول الكلمة اهو اهو دي حرف البا فين في اول الكلمة تمام كده حضرات كده حبيبي حرف البا اهو حرف البا في اول الكلمة ماسك في اللي وراها على طول مش حرف رفاص حرف البا بيمسك في الحرف اللي بعدها على طول في اول الكلمة تب عاوزين مثال كده يلا حد يقول لي كده اي كلمة كده اولها حرف البا يلا حبيبي حلوين كده اهو الاستاذ عذب البرتقالة ماشي اهو هادي البا هي اكتبت خط مختلف اهي تمام اهي الكلب خط مختلف ادي بور يلا ادي بور مرتقاس تمام كده ادي البقه مسكة في حرف الر يبلباء في اول كلمة مسكة في الحرف اللي بعدها هو تمام ده مش عايزك تحفظ الكلمة انا عايزك بس تعرف شكل حرف البق في اول كلمة تمام كده طب حرف البق يا استاذ في وسط الكلمة شكله ايه طبعا هنا برتقال ممكن برج ممكن برغل تمام كده عايزين نشوف بقى حرف البق فين حرف البق في وسط الكلمة تعالوا شوفوا كده شوفوا اهو اهو حرف البق في وسط الكلمة فارد جناحاته الاثنين ماسك في اللي قدامه واللي وراء يبقى حرف الباء في وسط الكلمة ماسك في اللي قدامه وفي اللي وراء فارد جناحته كده ماسك ده كده من شعر وماسك ده من شعر تمام كده كله ياخد باله تمام كله ياخد باله من الحاجة دي ما بينزلش من على السطر برضه هي النقطة بس اللي تحت السطر طيب عاوزين مثال كده يا أستاذ تقول لنا كلمة فيها حرف الباء عشان نعرف شكلها ممكن معنا مدخلة الأستاذ عبير السلام عليكم الخط فصل خط فصل تمام كده ماشي مثلا الأستاذ تامر شناوي بيقول عبير تمام كده طيب نشوف كده عبير اهو ادي عام شوفوا الباء الباء يا جماعة ادي الباء اهي شوفوا لابد اعمل كده اهي شوف ماسكة في اللي وراها واللي قدامها اهو تمام كده حضرات ادي الباء في وسط الكلمة الباء في وسط الكلمة ماسكة في اللي وراها واللي قدامها تمام كده فردة جناحتها الاثنين والنهارده مبدع الاستاذ الفاضل عم عزب مش عارف بسطة اوي اوي ماشي ادي الباء في وسط الكلمة مثل عبير تمام كده ايه تاني عم عزب ممكن ماشي اه ايوة وحرف الباء في وسط الكلمة برضو يا حضرات عشان الاستاذ محمد دلوقتي بلغنا بابراهيم بس ابراهيم شوف بقى هنا الباء ممكن تكون في وسط الكلمة هي تعالي شوفوا بس في حاجة يا احباب سبقى حرف رفاص نعمل ايه بقى ساعتان وهي في وسط الكلمة نعمل ايه اه الالف رفاصة الباء تمام كده ما ينفحش احنا قولنا الحرف الباء في وسط الكلمة فرد جناحت ومسك في داومنا تب لو سبقوا حرف رفاص يا استاذ وهي في وسط الكلمة هي نعمل ايه نفضل بقى نعيط ونبكي لا 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 اهي الالف رفاصة رفاصة الباء اهي ايه برا ايه تمام كده حرف الباء في وسط الكلمة فرد جناحات ومسك في اللي قدامه ونوراه لو سبقوا حرف رفاص يعني ايه حرف رفاص يا استاذ يعني الف يعني دال يعني ذال يعني راء يعني زاي يعني واو حرف دي اسمها رفاصة او حرف الافز او رافضة اي كلمة او اي مسمة المهم هي بترفص الحرف اللي بعدها بتكهرب الحرف اللي بعدها اهو تمام كده طب حرف الباء في اخر الكلمة او سالشكله ايه نعرف كده نشوف اهو شوفوا ها دي ها دي حرف الباء في اخر الكلمة اهو وممكن برضو اكيدا طب تعال نشوف حرف الباء ده اللي في اخر الكلمة اللي ماسك في اللي قدامه ده يبقى حرف الباء في اخر الكلمة بيمسك في اللي قدامه اهو لو ما سبقهوش حرف رفاص طب قول مثال كده يا استاذ مثلا 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 قريب شوفوا اهو شوف حرف الباء عامل ايه ماسك في اللي أهو يا أولاد قريب ولبيب وحبيب وصهايب وكئيب تمام كده أدي قريب أدي الباء أهو الباء يا حضرات أهو ماسك في الحرف اللي أدامها تب لو سبق حرف رفز برضو في آخر الكلمة هنعمل إيه على طول حرف الآلف أو حرف الواو أو حرف الدال أو حرف الزال أو الزال أو الواو المخرجنا بقولوا واو ما ينفعش تقولوا واو يا أستاذ محمد ياشحاتا اسمها واو حرف مراقق تمام كده ماشي مثلا إيه ماشي تعال شوفوا إيه ده سبق الباء هنا حرف رفز اللي هو الألف نعمل إيه نلزقه فيه كده ينفع ما ينفعش ده حرف رفز يرفص على طول الحرف اللي بعديه أهو تمام كده يبقى كده تعرفنا على حرف الباء في أول الكلمة حرف الباء في وسط الكلمة أهي ليشكلين أهو حرف الباء في آخر الكلمة ليشكلين برضو لو سبقوا حرف رفز لو سبقوا حرف رفز كده كده حروف الرفز بترفص الحرف اللي بعديه كده تأكدنا وتعلمنا حبيبا حلوين يام أطاطين اتعرفنا على حرف شكل حرف الباء في أول الكلمة في وسط الكلمة في آخر الكلمة يلا نكتب الحاجة دي كده في كراسة الشكل بسرعة كده يلا يلا حبيبا حلوين نكتب شكل الحرف أول أول صفحة أهو أدي حر أدي كراسة شكل الحرف يلا حبيبي أهو اعمل كده تمام كده نعمل كده وننزل بيها دلوقتي في أثناء الحصة والواجب كذلك حيبقى نفس الموضوع يلا حبيبا حلوين كده شايفين ياريت بقى بسرعة كده نكتب عشان إيه نخلص ونبدأ في كراسة نركم بقى خلاص بعد ما خلصنا شكل الحرف نبدأ نطلع كراسة يلا معايا كده أقولوا معايا صوت الحرف يلا طلعوها يلا يلا استعدوا كده نطلع كراسة صوت الحرف هنشوف نتعرف على صوت حرف الباء صوت حرف الإيه الباء احنا تعلمنا إن كل واحد فينا ليشكله ليصوت خلاص اتعرفنا على شكل حرف الباء عاوزين نتعرف على صوته باء لابد يا أولاد بص نتأكد من السطر ليه بقى في حروف بتنزل مع السطر وفي حروف ما تنزلش لابد نتأكد من كده ونتعلم اللي احنا ما ننزلش لحرف الألف احنا خدناه ولا حرف الباء تمام عاوزين بقى يا عم عزب نسمع صوت حرف الباء وننتبه كده بقى ونبطل بقى أكل دلوقتي تمام كده ماشي حرف الباء يا حبايبة حلوين حرف شوف باء مرقق ما ينفعش أقول باء ينفع أقول بقرة باء 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 ما ينفعش ما فيش حرف الباء ضاء أبدا مرقق بابتسم وانا بقوله باء باء احنا اتفقنا ان كل الحروف ما بين ايه أبوز بقى وافتح بقى وابتسم يبقى يبتسم يباوز حرف الباء ايه بتدلع وابتسم بابتسم لما أقوله شوف كده باء حرف الباء اسمه باء تبعيزين ده صوت ده اسمه وصوته مجرد كده عايزين بقى نسمع صوته كويس بقى نعمل له ايه احنا تعلمنا ان في حركات قصيرة وحركات ايه حركات طويلة تعالى بقى نتعلم الحركات القصيرة في حرف الباء يوليبت يلا كده وحنخلي الحركات القصيرة اهي سوفوا باء فتحة ده باء فتحة ده باء فتحة ده اهي باء فتحة ده دي اسمها فتحة بافتح بقل با ينفع أقول عليها أ لا يا أستاذ تصد حرف البا لابد أسمعه با دي حركة قصيرة احنا تفقنا لحركات القصيرة ثلاثة الفتحة با تب الكسرة بي تب الضمة بو با فتحة با با فتحة با با كسرة بي با ضمة بو لا ما تقولش بو دا حركة قصيرة بو با بي بو دا اسمها حركة قصيرة فتحة كسرة ضمة تبعوا زين يا أستاذ تقول لنا مثال على الحركة القصيرة البا زي ايه يلا لا حركة طويلة دي يا أستاذ محمد ياشحاتة بيقول لي بائس انت ليه مش بنتبه ان دي حركة طويلة يعني الحصة ما نفعتش معاك يا علي أستاذ محمد ياشحاتة بيقول لي بائس لا 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 بائس يا حضرات حركة طويلة با فيها بعدها ما دي بالآلف ما ينفعش أيوة الله ينور عليك يا حبيبي أيوة كده محمد محمد ياشحاتة تلميسي الطور تعال نشوف كده با بقرة برافو عليك يا محمد بص يا أولاد أهي وبراء بس ألبراء باء المهم باء هذه الباء هي فتحة بقرة ده مثال على الايه الحركة القصيرة اللي هي الفتحة باء فتحة باء باء فتحة باء قلوا معايا باء فتحة باء باء فتحة باء طب الحركة القصيرة اللي هي البي الكسرة بي عاديم مثال عليها بسم الله الرحمن الرحيم تمام أهو بسم الله أهو بسم الله تمام أي تاني هم لا بس بوسة لا هذه بيز هم هذه بيز راه بيز راه تمام شوفوا أهو بذرة بسم الله أهو بذرة هم هذه الباقة تحتها كسرة ما عملتش حاجة هي حركة قصيرة ما فهاش مد يعني حركة قصيرة يا أستاذ يعني الصوت قصير ما طولش في صوت الحرف وأنا بقوله ما ينفعش أقول بيزرة لا ما ينفعش اسمها بذرة بذرة تمام زي بئر بئر تمام كده وبدعة يلا اللي النهاردة بسم الله ما شاء الله مشاهدين الكرام الكنترول متفاعل معي يا جامد أوي شطرين لا عم عزب النهاردة مبدع حياء تمام يلا حبيبي حلوين كده يلا ما قطاطين البو يا ولاد حركة قصيرة برضه بو بو عايزين كلمة كده يا الله شطر كده حد يقول لي بذور واحد بيقول لي بكرة عمية بكرة دياتي يا أستاذ محمد الضمّة كده عرفنا الحركات القصيرة با بي بو تمام كده عايزين نتعرف على حركات ايه الطويلة حركات الايه الطويلة كده عرفنا با فتحة با با كسرة بي با ضمّة بو حركات القصيرة يا أستاذ بتاعة حرف البا ما ينفعش أقول آ لا ده با عايزين نسمع صوت حرف البا با با فتحة با 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 كسرة بي بقى ضم بو عايزين بقى نشوفي حركات الطويلة ايوه وما ننستش السطور برابو عليك يا حبيبي يا محمد يا شحات تمام كده احنا قلنا بقى فتحة بقى فتحة بقى فتحة بقى فتحة ايوه دي حركة ايه قصيرة طبعا عايزين لطولها شوية تبقى حركة طويلة يعني ايه حركة طويلة يا استاذ حركة طويلة بطول صوتي في الحرف شوية بدل با تمام كده يلا والحركة الطويلة يا حبيبي يا حلوين اللي هي حروف المد عشان ما ننسهاش يلا اغنيها معنا بعضنا كده يا عم عزب تا 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 حروف المد تلاتة الف واو ياء عشان ما ننسهمش ايه ما يقولك ايه الحركات الطويلة قلوا الف واو ياء حركات طويلة يعني ايه يعني مد بالالف ومد بالواو ومد بالياء ممكن برافو يا محمد يا شيحة محمد الشيحة النهاردة مبدع يا حبيبي يا حلوين بقول ممكن اجمعهم في كلمة و برافو عليك والله ممتاز تمام كده يبقى ايه عشان حبيبي الحلوين الصغيرين يعرفوها كويس نقول ايه تا 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 حروف المد تلاتة الف واو ياء تمام يا حبيبي يبقى بقى فتحة قصيرة عايزين نطولها نعمل ايه ها يا الله حبيبي يا حلوين نعمل ايه كنترول فين عاوزين ايه ايوة عسل برافو عليك يا حبيب والديك يلا اهي عادي الباء طب عايزين نطولها يا استاذ نعمل ايه نمدها بالالف ينفى يا حبيبي يا حلوين مد بالالف الحرف اللي قدامها يبقى مكسور مكسور ترغبطين يا محمد يشحات ماشي فلاش بالقلم وحمر خالص باء في مد بالالف اهو حركة طويلة مد بالالف مد بالوا و مد باليا باء فتحة باء باء بعدها مد بالالف باء يبقى احنا دلوقتي الف المد ما بيتشكلش اهو نعرف انه هو مد على طول الحرف اللي قدام حرف المد بالالف يكون مفتوح ينفع احط كسرة تحت الباء وقولي مد بالالف اقول لا يبقى الف المد تحب الايه الفتحة الف المد تحب الايه والفتحة بتحب يمد بالايه والاتنين بيحبوا بعض على فكرة وهيتجوزوا قريب جدا حلو كده بقى بعدها مد بالالف باق بقى مد بالالف باق تمام كده لابد نعود اوليغة الامور لابد نعود ابننا نقول له الفتحة والحركة القصيرة والطويلة حركة قصيرة طويلة بق فتحة بق بق بعدها من دي الألف بق عاوز تعملها كده ماشي عاوز ترفع ايدك اللي اتنين ماشي المهم يبقى فيه تجاوب مع التلميذ والطفلك علشان يشوف الموضوع بالظبط بق فتحة بق بق بعدها من دي الألف بق تبع عاوزين مثال يا أستاذ على البق بعدها من دي بالألف دي يلا حبايبها حلوين يا مقططين يلا زي إيه يلا زي إيه كده عاوزين نسمع باسم برافو عليك يا حبيب والديك اهو باسم باسم ادي البق وبعدها من دي بالألف باسم بارع ادي بارع يال بارع هادي البق بق فتحة با با بعدها من دي بالألف با باسم بارع يبا فيه هنا مد بالألف هنا حضراء تب كده عرفنا ننطق الحركة القصيرة والحركة الطويلة طويلة باق فتحة وباق بعد أحمد الألف وجبنا كمان مثال عليها يلا كده باق كسرة أهي هذا الباق كسرة باق كسرة بي باق كسرة بي حركة قصيرة باق كسرة بي باق كسرة بي طب عايزين نطويلها يا أستاذ نقول باق ولا بو أيوة الحركة القصيرة الكسرة بتحب مد بلياء احنا مش هنقولنا المد تاتا تاتا حروف المد ثلاثة ألف وهو ياء طب يلا كده نقول ايه يلا كده هادي الباق اهي هادي الباق هادي شوف مد بلياء اهي تمام كده يبقى المد بلياء بيحب الكسرة والكسرة كذلك بتحب مد بلياء ما ينفعش المد بلياء ييجي والحرف اللي قدامها مفتوح أو مضموم بي بق كسرة بي بقى بعدها مد بلياء بي بقى كسرة بي بقى كسرة بي بقى بعدها مد بلياء بي فيه بعض الأطفال كده حبيبا حلوين بيغلط في المد بلياء وهم بصلا ايه كاتب لي مثلا في آخر الكلمة مثلا هاني مثلا يكاتبها لي كده كده وبصوا عامل لي كده مش انت قلت يا أستاذ ده مد بلياء يعمل هالك كده لا يا حبابي عشان ما تغلطوش مد بلياء اتنين مد بلياء ليه شكلين تعالى نطرف عليهم كده سريعا سريعا يلا ده مد بلياء كده لو في وسط الكلمة ده مد بلياء لو في وسط الكلمة زي مين مثلا هاي زي كلمة هاي شوفوا مثلا مثلا هادي شوفوا ايه هادي المد بلياء اهي يبداه شكل نبيل ادي شكل مد بلياء في وسط الكلمة اهي البقاء هي مكسورة وبعدها ايه مادة بلياء ده بالمادة بلياء التانية يا أستاذ اللي هي عاملة زي الوزة كده نشوفها كده ادي شكل مادة بلياء اهو ادي البقاء هي وادي مادة بلياء اهو ده يبقى في آخر الكلمة اهو يعني لو سيد محمد شحاتها والله راجل مضبط اهو 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 يعني ومذاكر كويس يا الله زي ايه يا ولاد ابي شوفوا اهو شوفوا شوفوا المادة بلياء اهي اهي يبقى مادة بلياء لشكلين مادة بلياء لشكلين هنا شكله اهو في وسط الكلمة زي نبيل مثلا ودي شكله في آخر الكلمة عشان الناس ما تغلطش اهو شكله في آخر الكلمة اهو زي ابي تمام كده؟ كده تعرفنا بق فتحة بق بق بعدها مادة بالالف بق بق كسرة بي بق بعدها مادة بالياء بي تمام كده؟ ماشي؟ طيب بق فتحة بق بق كسرة بي بق ضمة بو طيب البق ضمة بو لو عايزيني مدهة نعمل ايه؟ عايزيني ما خلاه حركة طويلة نعمل ايه؟ شوف بق ضمة بو بق بعدها مادة بالواو بو لابد ولي الأمر ياخد باله يأكد مع الطفل بق فتحة با بق بعدها مادة بالالف با بق كسرة بي بق بعدها مادة بالياء بي بق ضمة بو بعدها مادة بالياء بعدها مادة بالواو بو لابد وبي فيه فرق تعالوا نشوف كده بق ايه؟ المادة بالواو كده شكله ايه؟ احنا قولنا المادة بالواو شكله ايه حبيبي؟ اه دي الواو بو ده حركة طويلة بابي بو عايزين مثال كده؟ يلا يلا حبيبي حلوين كده مثال؟ يلا 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 زي مثلا عبور عبور مثلا اهي ادي العين وادي الباقي اللي احنا ما اخده النهاردة اهي وبعدها مادة بالواو اهي يلا عبور وصبور تمام كده؟ اهي كده اتعرفنا على الباق فتحة باق كسرة باق ضمة والباق بعدها مادة بالالف الباق بعدها مادة بالياء الباق بعدها مادة بالواو واخدنا امثلة عليها يلا نفعلها كرة صوت الحرف ونكتب الحاجات دي تمام كده؟ كتبناها وخلصنا عايزين بقى فاضل ايه في حركات حرف الباق احنا خدنا الايه؟ الفتحة والكسرة والضمة وحركة طويلة المادة بالالف ومادة بالواو ومادة بالياء لا 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 لسه بادرع الشد يا أستاذ محمد يا أستاذ مستعجل ليه؟ السكون السكون يلا بقى كده نشوف السكون شكله يا حبيبي يا حلوين يامت أططي يلا يلا بينا كله كتب اللي على الصبورة عسل كده يلا ماشي فاضل يا أستاذ اهو فاضل اكتب تمام احنا قلنا ايه؟ فاضل السكون السكون مش حركة اسمه سكون اسمه ايه؟ سكون يعني واحد واقف ما بيتحركش أنا بقطع النفس في الحرف الساكن طب ينفع أقول بأ لا طبعا اهو حرف الساكن كده اهو ينفع أنطق الباء الساكنة كده لوحدها لا طبعا حد يقدر؟ لا طبعا ما ينفعش أبدا لابد الحرف الساكن خدها قاعدة الحرف الساكن حرف ضعيف الحرف الساكن كرروا معايا يلا حرف الساكن حرف ضعيف الراجل الكبير العجوز اللي ما عدي من الشارع ينفع يعد الشارع لوحده لابد تاخد بإيده يعد بلاش كده الترابيزة دي تنفع تحرك لوحدها ولا لابد أنا أشدها أو أزقها طبعا لابد لابد أنا أحرك هنا هي ساكنة وقفة مكانها هو ساكنة لابد أنا أحرك هنا طب تعالوا نشوف بقى الحرف الباء الساكن ده نعمل فيه تعالوا نشوف كده لابد أحط بص أهو تعالوا نشوفه كده هدي حرف الباء أهو الساكن ينفع أنطال واحده حرف الباء الساكن ينفع أنطال واحده حرف الباء الساكن الباء الساكنة ما ينفعش أبدا ننطاها لوحدها وأي حرف ساكن ما ينفعش أنطال واحده لابد أجيب حرفه قدامه علشان اعرف انطقه مثال على كده لا 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 سوائي اه اه اب لابد جرب الحروف معان اب شوفوا اب اكتم الصوت اب لو ايه اب واحد بقول لي يا سيدس ان انا يعني ده هعلمني ايه اب 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 ده وحب حب هقول له خليك ماشي معايا بالضبط كده وعالاخر هتعرف تنطق الكلمات وحتعرف تستهجها كويس هي الحركات اللي انا بقولها دي هي اللي هتعلمك تعال اشوف ا ا اب ا ينفع اقول ا اب ولا بأ لا اسمها اب وقف على الباء الساكنة اب لو ايه اب تبلو او ايوه واحد يقول لي تبدي هتعلمني ايه اقول له لا هتعلمك كتر جدا خليك ماشي معايا بس حلقة حلقة وحصة حصة وان شاء الله هتبقى تمام اب 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 تبلو تا يلا تب تبلو تي الله نور عليك يا حبيب والدي تب تبلو ت تب تبلو ح حب تبلو حي حب تبلو حو تبلو تبلو واب تبلوي واب تبلو ايوه قول معايا قولوا معايا كده اب 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 تب 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 شوف اوقف على الحرف خليك ساكن على الحرف اكتب نافسك اب 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 تب 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 حب 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 واب 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 قولوا معايا تاني اقا اب اي اي اب او اوب تبلو تا تب لو تي تب لو تو تب لوح حب لوحي حب لوحو حب لو واب لو واب لو واب لابد تنطأ بالطريقة دي وحدة وحدة هتنطأ بالطريقة دي ان شاء الله تعالى بعد فترة قريبة جدا هتقرى في المصحف طرق اي جورناد اكتبوا دا يا حضرات اولياء الامور اطفالنا الاعزاء اكتبوا الحركات دي يلا بينا كتبتوا اب 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 تب حب حب اي استاذ دا سيد محمد شهاتة بقول فاضل ربع ساعة يعني يعني اعمل فيك ايه مش طيب خلاص كده تعالوا بقى ايه نلخص اللي احنا خدنا دا يا حبيبي يا حلوين يام اطاطين يلا نلخصه في شبكة الحرف نلخصه في ايه في شبكة الحرف اهو اوكي شبكة الحرف شبكة الحرف احنا خدنا نهار دا حرف الباء تمام لو رمينا الشبكة على حرف الباء يا عم عزب هتجيب لي سمك لا طبعا هتجيب لي حركات حرف الباء مين نفكرهم معايا يلا يا محمد ايش حاتا ايه باقول معايا باء الله ينور عليك الله ينور عليك يا حبيب والديك يلا طويلة بقى باء بي بو ايه بقى تاني السكون ايوه الله ينور عليك يا حبيب والديك اب اب الله ينور عليك ايوه كده تمام كده نختم الحلقة مش الحلقة بقى نختم حرف الباء بشبكة الحرف عشان هاوز اديكو كلمتين ثلاثة كده انا مرضتش اديكو كلمات في حرف الالف عشان احنا اخدنا حرف الالف بس ماشي احنا نهار دا اخدنا الالف والباء يبا لابد اديكو واجب كلمات كلمة فيها حرفيها الحرف حرف الالف والباء يلا بينا كده يلا نقلت الشبكة يلا حضرات نقلتوها خلاص ناجي تمام كده كل نقل تمام ما الله نور عليكو تعال بناقضوا في المتين سريعا سريعا كده ايه يا استاذ الكلمات عاوزنا نقلت كلمات فيها حرفي الالف وحرفي الباء بس فقط لا غير علشان انتو لسه صغيرنانين يلا زي ايه يلا هبايبي خدنا الالف احنا صح ا حد ينطى دي كده استهجة دي كده لا 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 ما تقولش مرة واحدة كده كده يبا انت حافظها انا عايزة تقول الف فتحة ا بق ضمة بو يبقى ا بو ا بو ا بو تمام كده وانزل بيها يا استاذ طب عاوزين كلمة تانية يا حبيبي ها ا من ينطى هالي دي بقى ايوا كده الف فتحة ا بق كسرة ب ا ب بعدها ما الدبلياء ابي ايه رأيكم اخر كلمة حبيبي بقى حلوين ها بصوا بقى بق فتحة ب بعدها ما الدب الالف ب ب بق ضمة بو يبقى ب ب ب يلا اكتبوا التالك بص اي كلمة ما تاخدهاش بالشكل ابدا بقى ب ب ب ب ب ب بعدها ما دبلياء ابي هنا بق فتحة ب بعدها ما دبالالف ب ب ب ب ب ب ب ب ايه بابو بكده حبيبي بحلوين اكتب الكلمات بكده اه انتهينا من حرف الباق والحمد لله رب يعلمين احنا اتفقنا ان شاء الله تعالى من الحلقة دي اه في اخر خمس دا في الحلقة حنعرض موهبة من اطفالنا الجميلة موهبة اه شعر موهبة اي حاجة اي موهبة ان شاء الله حتى رسم اه ان شاء الله تعالى تاب نشوف كده الموهبة اللي معانا اه طفل مؤمن وهنشوف هاي ايه الموهبة دي وانا نرجع لكم تاني اقرأ 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 انا التي نشأت في القمم انا الشوخ والاباء والشمن انا العطاء والسخاء والكرم انا التي اغفع راية القيم انا التي بروعتي يبتهج القلم انا التي ينطلخ اللسان بي ويفرح النغم انا التي تغرد الاطيار بي ويهجل الحمام انا التي تمدخني السنة الكرام انا التي فقلت مهلا اوجدي واقتصر الكلام فارعدت وابرقت وهلست السنان وشنفت بصوتها الازان وابهجت بيطرها المكان وانطلقت تقول انا التي اخاطب القلوب ولاقول واغرس الازهار في الحقول وانصر الابداع في الجبال والسهول انا التي شرف لي بحبه الرسول صلى الله عليه وسلم انا التي اطرز البيان وحرك الوجدان انا التي بي احرفي يرتفع الازان وحينما يحتدم السباق اكسب الرهان انا التي بي احرفي تنزل القرآن فهل عرفت من انا ايها الحيران اصابني الوجوم وقلت اني في الضحى اشاهد النجوم وانني في بحر حفرتي اعوم نعم نعم يا لغة الحبيبة اصبحت في بلادنا غريبة تناوشتك لغة الاعاجم ولهجات اصبحت تهاجم تمصرت لبننت تخليجت مغربة وشرقت وغربت وحيرت اجيالنا وبعدت وقربت نعم نعم يا لغة القرآن يا لغة الجمال والكمال والبهاء ولغة الصفاء يا لغة البيان يا لغة الفردوس والجنان لا تيأسي من فارس اصيل تطربه سنابك الخيول والصهيل يصقيك من وفائه ما يناش النخيل ينال فيك شرفا ليس له مسيل ليس له مسيل من اقرأ 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 مشاهدين الكرام ارجعنا لكم بعد هذه الموهبة الجميلة وان شاء الله تعالى هنتلقى رسائلكم اي موهبة احنا تحتعملكم فيها من اطفال الصغارين يعني في رقم على الشاشة للتواصل وان شاء الله على برضو على نفسك على صفحتي على فيسبوك مشاهدين الكرام حقيقة بكد استعدت بلقياكم هذا اليوم ويعني اتمنى وارجعنا الله تعالى ان تكونوا استمتعتم بهذه الحلقة واشكر جميع زملائي في الاستوديو حقيقة يعني من اكبرهم الى اكبرهم لانه ليس فيهم احدا صغير يعني الاستاذ محمد شحاتة مقرن الكبير الاستاذ عزب مدير التصوير الاستاذ تامي الاستاذ محمد الملكي الاستاذ كرماني كل الموجودين في الاستوديو ما شيء واكيد طبعا من انساش الاستاذ محمد رمضان وانبرك له على الانطلاقة الجديدة في قناة الصحة وجمال وبتوفيق الكبير ان شاء الله تعالى وإلى ان القاكم الحلقة القديمة ان شاء الله تعالى اترككم فراءة الله وامنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته